الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم عشاء كورا وبس في كل مكان اهلا بكم يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين انتم وكل احبابكم اجمعين النادي الاهلي يطلقى اول هزيمة خلال الموسم الحالي امام البنك الاهلي في مباراة وفي بداية رمضان الكريم وكل سنة وحضراتكم طيبين بشكر كل الناس اللي كانت سألت علي خلال الفترة اللي فاتت وان شاء الله تعالى خلال الفترة اللي جاية هيكون عندنا اكتر من حلقة يا امر الله تعالى خلال الحلقة دي هيكون عندكم كلام كتير عن قرع الدوري ابطال افريقيا ويعني اللقاء المنتظر امام سيمبا لان له حسابات مختلفة شوية وايضا هنتكلم اكيد عن مباراة النهاردة اللي كانت امام البنك الاهلي الحقيقة في المقام الاول هي مباراة غريبة بكل ما تحمل الكلمة من معد وخارج كل التوقعات خصوصا ان البنك الاهلي يعني كان في قاعد ترتيب ما كانش حد يتوقع ده من البداية لو جيت بسيت على تشكيل النادي الاهلي هتلاقي ان في العديد من التغييرات هتلاقي ان عمر كمال عبدالواحد بيلعب قلب دفاع لاول مرة ودي يعني واحدة من الحاجات الغريبة اللي احنا تكلمنا فيها اكتر من مرنا وقلنا ان احنا عندنا مشكلة في قلب الدفاع فبالتالي ما تلومش على عمر كمال في بعض الميس باس اللي كانت كتير في المباراة في الهدف الاول اللي كان هو تقريبا توقع ان هي يعني انما ربما يكون هو كان عايز يطلع يعني يطلع الافصيد او ربما يكون هو ما يعرفش ان فيه لاعب تمام بيتحرك في ظهره يعني فده خلاه يسيب الكورة لكن في المقابل هرجع اقولك انه ما تنساش ان ده مش مركزه ان انت جاي بالراجل بتلعبه المباراة الاولى اللي لعبها تمام يعني باكليفت ودلوقتي بتلعبه قلب دفاع هتقول ما هو لعب قلب دفاع قبل كده هقولك ما هو انت مش كل مرة بتضمن النجاح هو النهاردة كان عنده ميز باس سيء كان عنده سوء توفيق في بعض التمركزات كانت خاطئة بشكل كبير جدا فبالتالي انت بتطلبه بحاجة هو اصلا متوظف في المركز ده الجزئية التانية هو خط الوسط اللي نزل لان هو نزل بنفس السلاسي اللي كان امام نادي الزمالك في اخر ربع ساعة اللي هو افشا وامام عشور ووراهم مروان عطية لكن امام 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 نادي الزمالك انت نزلت نزلت السلاسي دول لما كانت الخلاص المباراة في اخر ربع ساعة تقريبا فالفريق اللي قدامك بدنيا وقع انت عايز تلعب في ظهره حتى مروان عطية نازل في اخر ربع ساعة تقريبا يعني هو نزل بكل قوته البدنية وامام فريق اصلا مستنفذ بدنيا بشكل كبير جدا فادر الاثنين امام عشور وقفشه انهم يصنعوا الفارق في خط دفاع نادي الزمالك لكن احنا اشرنا انه هو المستوى كان سيء في مباراة النهار صحيح ان انت بتلاعب فريق متزيل الترتيب لكنك بتلعب باثنين دبل اثنين تمانية يعني عندهم مهام هكومية كبيرة جدا وبيزيد في الامام عكس اما يكون عندك لاعب اصلا عنده توازن ما بين الدفاع والهجوم وهتبدأ ان انت تضغط به في الامام فلما يجي يعمل تمام تغيير هتلاقي ان هو بيقدر ان هو يدافع بشكل جيد ويرجح في التمركز بتاعه ده بالاضافة كمان لان مروان عطيه نفسه في اكتر من لقطة في المباراة كان بيزيد معهم بشكل كبير جدا وكان بيبقى في وسط الملعب ودي اكيد مش بمزاجه يعني كان واخد تعليمات ان هو يزيد تمام في التوقيت ده امام سلاس المقدمة كان كريم فؤاد وريدا سليم وطبعا مودست اللي اتنين اللي ارتكاز اللي انت عارف بيروحوا بوشهم على المرمى بشكل كبير ونزول مودست علشان هو اللاعب اللي بتحرك في عمك الملعب تمام فاحب اقولك ان المدافعين كانوا سيئين وبالتالي اللي اتنين الاطراف بيعملوا تحركات وبتحركوا في ظهر الدفاع في الميني البداية النادي الاهلي كان ضغط ضغط كبير جدا على البنك الاهلي وكان هو الاخطر هجوميا ويعني كان فيه فعالية الافشة وايضا لامام عشور في بداية المباراة واصفرت عن الهدف بتاع مودست اللي انا قلتلك عليه انه هو يعني بيعرف يقف صحة شوف كان متواجد مع التلاتة لان انت عارف انه كابتن طارق مصطفى كان بيلعب بتلاتة في خط الدفاع ومع رجوع الباكين بيبقوا خمسة وسجل مودست الهدف الاول ولكن هدف التعادل من كريم بامبو اللي كان فيه سوق تقدير كبير جدا من عمر كمال عبد الواحد اللي هنرجع ونقول ما تلومش عليه علشان ده مش مركزه في الاول وفي الاخر هو يعني لاعب بيتوصف يعني بيتوظف في اي مكان بيقول حاضر وطيب وامين وكل حاجة في الدنيا ولكن مازال النادي الاهلي برضو هو الاخطر والاشرس هجوميا حاجات كتير جدا وضغط على البنك الاهلي وقدر انه هو يسجل الهدف التاني عن طريق ريدا سليم هنا بقى الكابتن طارق مصطفى عمل حاجة في منتهى الزكاة انه هو غير طريقة اللعب اللي اربعة تلاتة تلاتة واحيانا بتبقى اربعة تلاتة واحد وبدأ انه هو يستغل المناطق الدفاعية اللي موجودة في ظهر النادي الاهلي والبطء الشديد بالنسبة الخط الوسط تحديدا وانه هو ما بيرجحش يعمل الربوزيشن في نفس الوقت ده النادي الاهلي جاله اكتر من فرصة عن طريق كريم فؤاد اللي ما كانش في افضل حالاته اوي يعني وفي المقابل برضو ريدا سليم جات له فرصة عظيمة يقدر من خلالها انه هو يسجل هدف وزي ما قلت لك انت بتلعب جيم هجومي فانت بالتالي لابد ان انت تستغل الفرص ولازم ان انت اي فرصة تجيلك تحطها في المرمى لكن ده ما حصلش وبالتالي بدأ طارق مصطفى في الشوت التاني انه هو يعمل كسافة عددية وهجومية على مناطق كتيرة من المباراة ويدر انه هو يسجل هدف التعادل عن طريق مصطفى هلال هنا بقى كولر بدأ انه هو يجري العديد من التغييرات ابرزها كان التغيير الاتنين الوينجرز بتوعك نزول طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وكان غير امام عشور ونزل مكانه كريم ندفد وده علشان يعمل التوازن على صعيد خط الوسط وبالفعل رتم النادي الالي كان افضل كتير جدا لان كريم ندفد كان عنده القدرة على الهجوم وايضا هو كان بيلعبه تمام فعلاء الدائرة فبالتالي عندك اتنين يقدروا يزيدوا في الرقم تمانية مع افشا وايضا تقدر كمان ان انت تلاقي اتنين دستورير على الدائرة والنادي الاهلي رتمه كان افضل وقدر حسين الشحات ان هو يسجل الهدف التالت عن طريق تمريرة من افشا وطبعا التمريرة بتاع الطاهر ولكن في نفس التوقيت بعض الاخطاء السازجة بعض الاخطاء السازجة جدا تمام مش عارف كورة يعني في ناس مش عارفة كنقدر نطلحها وحاجات بسيطة جدا تبينلك يعني ان في رعونة في الاداء عارف انت لما تحس ان انت جامد وانت بطل وانت كذبان وانت بتكسب وانا اقدر اعمل اي حاجة واللي انتو عارفينه في ده الفريق اللي بيلعب قدامك ده انتو شوية عيال يعني مش هتعرفه تعمله اي حاجة فالكورة يعني مش كرة تقدر تخرجها فخرجت كورنان فالكورة تلعبت شفت انت التمركس لسه بنقول الشحات هو نازل وجاب جون حيسين الشحات كان متواجد مع اللاعب اتحرك الشحات سابه ومفيش اي حاجة خالص وبدأ ان هو يصوب الكورة صدها مصطفى شبير رجعت اتردت مرة تانية فيعني سوء التفاهم اللي حصل بين مصطفى شبير ورامة ربيعة وارتدت وصاوبها في المرمى الوحيد في المبراء اللي انا ممكن يعني الوم فيه مصطفى شبير على عدم التفاهم مع رامة ربيعة او ممكن انت تختلف معايا برضو دو كلها وجهات نظر لكن الاربع اهداف بشكل عام او التلت اهداف التانيين يعني دي حاجة يعني مفيش فيها حتى نقاش خالص نرجع لسؤال الحلقة هل مارسل كولر بدأت تراجع؟ هل مارسل كولر يريد الرحيل الى السعودية بعد التقارير اللي طلعت من المستشار تركي قال الشيخ ان كولر في السعودية الموسم القادم؟ كل ده هنعرفه الفترة اللي جاي هرضي لك للنادي الاهلي ومديمش نهاية الطريق وهي مباراة من ضمن المباريات مباراة عادي كسبت خسرت التعادل هي دي طبيعة كرة القدم شكرا يا صديقم ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات مستنيكم في الحلقة الجاية سلام موسيقى